اشتركوا في القناة لا إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمو وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن لأن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين أقمتهم في مرضاتك وعلى سواء سبيلك يشهدون بالحق وبه يعدلون اللهم ولا تجعلنا ممن ضلوا ولا ممن غضبت عليهم واجعلنا من الذين أنعمت عليهم وسلكت بنا سبيل الناجين العاملين بإخلاص وصدق لوجهك الكريم اللهم أمين إخوتي وأخواتي في السادس والعشرين من الشهر الجاري أعني هذا الشهر التاسع من سنة 22 في الألفية الثالثة انتقل إلى رحمة الله الشيخ الدكتور يوسف القرضوي واختلف الناس فيه رحمة الله تعالى عليه بعد موته طرائق قددا بل استقطب فيه على نحو يندر أن يحصل إلا في مرات معدودات ميسورات كل حين من الدهر فمنهم من جعله الوارث المحمدي ومنهم من جعله والعياذ بالله خطيب الإرهاب والدماء والفتن استقطاب عجيب استقطاب عجيب منهم من وسمه بأنه عالم الأمة وأنه أمة في رجل ورجل بأمة ومنهم من جعله عالم السلطان والاستعمار الجاد والمجتهد في تنفيذ مخططات الاستعماريين في تقسيم ما بقي غير مقسم وتمزيق ما بقي غير ممزق من بلاد العرب والمسلمين استقطاب عجيب وغريب منهم من أحجم حتى عن الترحم عليه والاستغفار له وكأنه عاش ومات ملحداً كافراً بالله تبارك وتعالى وهذا شيء غريب وهذا شيء غريب وعجيب ومنهم من دعا بالوير والثبور وعظائم الأمور على من أحجم عن الترحم على الشيخ والتعزية به وفيه أيضاً مرة ثالثة أو رابعة استقطاب غريب الله تبارك وتعالى عدل وبالعدل قامت السماوات والأرض وهو يحب يحب الإنصاف ويكره العدل والظلم والاعتساف ومن يشهد بعض الناس يظن أن الشهادة لتكون إلا في المحكمة وتكون شهادة محلفة بين ديقاظ كلا من ينطق بجملة بكلمة من يفوه بتعبير من التعابير إنما هو يؤدي شهادة وسيسأل عنها ستكتب شهادتهم ويسألون ستكتب شهادتهم ويسألون أما أن الرجل حقه على الأمة وعلى المسلمين أن يترحموا له ويستغفروا له فما ينبغي أن يكون هذا من بين مثارات الخلاف في هذه الأمة والآن هذه الجملة أنا أعلم وأوقن أنها ستغضب كهيرين علي وسيفتحون النار وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني ويجعلني على ما يحب وكما يحب حين أقول أقول ووجهي إلي أقول طلبا لمرضاته ولا أبالي نفسي أول الناس فضلا عن أن أبالي الآخرين للأسف بعض الناس إيه الآن يفرغون عن منطق افعل كذا وقل كذا ولا تقول كذا وإلا خصمت من حسابك عند الجمهور وكأن حسابي عند الجمهور أصلا لا ينبغي لمؤمن لا ينبغي لمسلم ولا مؤمنة ولا مسلمة أن يجعل هذا أصلا في اعتباره أبالدن هذا ينبغي أن يوضع في اعتبار الساسة ومن يلفون لف الساسة ويتقيلون طرائق أهل السياسة أما أهل الدين الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يضعوا هذا أصلا في حسابهم وإنما ينبغي أن يضعوا شيئا واحدا في حسابهم الله تبارك وتعالى وجه الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك سيان رضي الناس أم غضب الناس وعلى فكرة لن يرضى الناس عن امرئ قط وما رضوا عن أنبياء الله في يوم من الأيام أعني من عند آخرهم لا يمكن الرضي هؤلاء غضب هؤلاء ولا سيما وخصوصا وبالذات إذا كان للموضوع جنبه سياسية جنبه سياسية السياسة تفرق ولا تجمع إطلاقا مستحيل إذا كان للموضوع جهة ناحية جنبه سياسية لا يمكن مهما اشتهت مهما نفقت مهما تملقت مهما أمسكت بالعصى كما يقال من المنتصف ستخرج بسواد الوجه أغضبت قوما وأرضيت آخرين لذلك العاقل الحكيم عليه فقط أن يجعل وجهه لله ونيته لله وأن يحتسب ما يقول وما سيقال فيه وعنه لله في وجه الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يجدل نقول لهؤلاء الذين سترم أنوفهم لأننا جعلنا موضوع الترحم على الشيخ والاستغفار له من المساء التي لا ينبغي أن تكون مثار خلاف نقول لهم ما شاء الله هذه لم تعجبكم لكن يعجبكم أننا نفتح بابا ومساغا في رحمة الله لمن مات ملحدا عجبهم هذا كستيفن هوكينغ قلنا هناك ثمت مساغ كيف يمكن لا نقطع ولا نرجح لكن نقول ثمت مساغ رحمة الله واسعة بكذا وكذا 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 يعجبهم هذا أما أن نترحم على رجل عالم من علماء المسلمين أيها الإخوة ترك تراثا علميا كبيرا له وعليه الآن سوف يوضي بناء الحديث لا نوافق على كل شيء ولا نعطي شيكا على بياض وهذا ما أتينا من أجله وما نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في مرضاته وأن نوفق فيه إلى الصواب الذي يرضي الله تبارك وتعالى هذا لا يعجبهم عجيب أمركم عجيب نحن قبل ذلك دمدمنا وثربنا وأنحينا لا أقول باللائمة بل بسلاسل من اللوائم على داعش مثلا هذا التنظيم المعروف ولكن لما فتح موضوع تكفير داعش لم نكفره ما علاقة هذا بهذا فجنة أناس خاصة من إخواننا من القوم الآخرين من المذهب الآخر جنة يعني لم يبقوا إلا أن يجعلون من داعش أو ربما من منظري داعش ما علاقة هذا بهذا ما علاقة أنهم قتل ومجرمون ومستبحون لذماع الأمة بغير حق وأنهم كفار أو غير كفار كأن القتل لا يكون إلا من كافر لا يا حبيبي القتل يكون أيضا هذه من الأشياء التي غرض فيها الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه والله يغفر له حين قام يقول معلقا على قتل الشيخ الدكتور البوطي وهنا أيضا أحب أن أكون متوازنا إن قلت الشيخ القرضاوي فأقول الشيخ البوطي وقلت الدكتور القرضاوي أقوله دكتور بوطي الله يحب العدل كأنك فعلا في موقف مقضاة حقيقية لما قتل الشيخ البوطي نحن نظنه إن شاء الله جهيدا عند الله تبارك وتعالى والرجل قتل مظلوما لا ريب قتل مظلوما لا ريب قام الشيخ القرضاوي والخطبة موجودة في أحد مساجد الدوحة بقطر يقول لم يقتله أهل السنة لماذا يا شيخ؟ قال لأن أهل السنة لا يقتل بعضهم بعضا أهل السنة لا يقتل العلماء عجيب من متى؟ أي قاعدة هذه أهل السنة يقتلون بعضهم بعضا ويقتلون علماءهم ويذبحون علماءهم ويقتلون الآميرين بالقصد من الناس ألم يذبح الشيخ الشيخ محمد حسين الذهبي رحمة الله عليه وزير أوقاف المصري العلامة الكبير رضوان الله عليه ألم يذبح ذبح النعاج على أيدي جماعات الإرهاب المسمى بجماعات الجهاد وهي جماعات إرهابية من الذين ذبحوه؟ زنادقة؟ باطنية؟ كفار؟ أم جماعات سنية؟ بين قسين جهادية؟ جماعات مسلحة؟ ألم يذبح رئيس وزراء مصر طبعا قتلا بالرصاص أحمد ماهر باشا رحمة الله عليه رئيس الحكومة المصرية والمطلوب رأسه للإنجليز لأنه من أبطال فور التسعة عشر طبعا وتبرأت جماعة الإخوان المسلمين من دمه ثم ثبت أنهم هم الذين قتلوه العيسى وكامل إخوان المسلمين وقال أنا من الحزب الوطني لم يكن من الحزب الوطني باعتراف الشيخ الباقوري الشيخ الباقوري رحمة الله عليه الذي خرج منهم بأخر إلى حد ما سبقه بسنوات الشيخ العارب بالله متولي الشعر ورحمة الله عليه ترك هذه الجماعة جماعة بعد أن انتم إليها بحين يسير وبقي الشيخ الباقوري فيها عمودا من أعمدتها أسطوانا من أساطينها لكنه بعد ذلك في بقايا ذكريات قال نعم الجماعة هي التي قتلت رئيسي الحكومة المصرية لأنه تغلب عليهم في انتخابات الإسماعيلية عجيب في أي دين هذا في أي شرع يقتل رئيس حكومة مسلم طيب صالح مناضل رأسه مطلوبة للإنجليز ولم تكن الأولى ولم تكن الآخرة فيا شيخ قرضاوي رحمة الله عليه وغفر الله له من أين قعدت هذه القاعدة على ماذا أسستها أن أهل السنة لا يقتلون علماؤهم ولا يقتلون غير صحيح وفي سوريا أيضا في المعمع الحمراء الوطيس العجيب ذبح بعضهم بعضا بالمئات وليس بالعشرات بالمئين وذبحوا مشايخ وعلماء مفاتي دففوا عليهم وهم في المشافي جاءوا وذبحوهم لأنهم ليسوا من فصيلهم من فصيل آخر وكلهم أهل سنة وجماعة من أين لك هذا يا شيخنا غير صحيح طبعا سأعود إلى موقف الشيخ القرضاوي يغفر الله له من الشيخ البوطي رحمة الله عليه وغفر الله له أيضا لأنه قبل استشهاد الشيخ البوطي بأربعة أيام أعطى فتوى بقتله فتوى بقتله وبقتل كل من كان مثله من العلماء والصحفيين أيًا كانوا والفتوى موجودة إلى اليوم وفي اليوتيوب صوتاً وصورة ولم يتراجع عنها ولم يتبرأ منها لكنه أحس بالورطة الكبيرة إذ قتل البوطي هو لم يظن أن هناك من سيستغل هذه الفتوى وبسرعة في ظرف أربعة أيام قتل الشيخ البوطي صائماً صائماً رحمة الله تعالى عليه الخميس بيّة الجمعة يدرس كتاب الله ويفسره في مسجد في بيت من بيوت الله فلا الله يحب الحق الله يحب الإنصاف الله يحب العدل نترحم على الشيخ نترحم نستغفر للشيخ نستغفر نعترب بأن الشيخ من علماء الأم الكبار هذه حقيقة شيء سخيف أن يأتي لك الآن بعض من لهم مواريث وثارات هذه القضية أنا لا أستطيع أن أفهم هذا هذا ما لا يمكن أن يتورط فيه من شم رائحة العلم فضلا عمن ذاق شيئا من طعم التقوى لله تبارك وتعالى يعني أنتم جماعات متزمتة دينيا متزمتة علميا ضيقة اجتهاديا لكم ثارات مع الشيخ في حياته بعد أن مات رحمة الله عليه تأتون الآن لتنزعوا عنه حتى لباس العلم وتعطوا لقبئي أنه مبتدع وضال وكذا وكذا غير صحيح هو عالم ومن كبار علماء الأم الشيخ القرضاوي شئت أم أبيت يعترب بهذا كل من أوتي حس العدل هو عالم لكن متى كان العلم يعني العصمة إذا كان عالما هل هو معصوم إذا كان عالما هل يتابع على كل مواقفه على كل سياساته على كل اجتهاداته لا فلابد أن نكون أيضاً معتدلين ومنصفين عالم عالم ترك تراثاً علمياً كبيراً كما قلت له وعلي هذا التراث منه أشياء كثيرة تقبل في الجملة وهي نافعة جداً وتراث استفاد منه الملايين حول العالم الحلال والحرام في الإسلام هذا الكتاب من الستينية وضعه وهو في بداية العقد الرابع من عمره فقه الزكاة في الإسلام من الذي يستطيع أن يمكن الفضل هذا الكتاب فقه الجهاد وهو من أواخر كتبه الموسوعية في زواء 1700 صفحة ونفسه فيه كان بطوله معتدلاً أخذت عليه مواقع معينة لا بأس لكن الكتاب بطوله صدر فيه عن نفس معتدل وسطي ودمغ فيه جماعات العنف والإرهاب التي تريد أن تغير وأن تجاهد في البلاد الإسلامية وفي البلاد العربية لم يتفق معها وخطأها على أنها هي التي خطأت نفسها أذكر أنه في المجلد الثاني في المجلد الثاني اقترس من هذه الجماعات المسلحة التي قامت ببعض المراجعات وأعنى التوبتها عن نهجها بطريقة وإن لم تعجبني أنا تماماً لأن فيها جمجمة وفيها تردد وفيها ذرائعية وبراجماتية وذكروا عشر نقاط سردوا عشر نقاط هي التي حملتهم على أن يتركوا من قسين الجهاد جهاد وين جهاد الكفار جهاد المعتدين على أمة المسلمين لا جهاد الأمة في عقر دار الأمة قتل جيش الأمة قتل الشرطة قوة الأمن قتل العلماء والمشايخ قتل الناس العاديين قتل السائحين جهاد قال لك جهاد وهنا المقام يستدعي رحمة الله على الشيخ الشهيد دكتور محمد سعيد رمضان البوطي الذي وضع قبل أكثر من ثلاثين سنة كتابه الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه والذي لعن بسبعين لعن من أجله في وقته على أن أكثر من لعنه آنذاك عاد فشكر له وقدر صنيعه العلم الكبير الذي أفض بكلمة كان لابد أن تقال لكن الوقت لم يكن الوقت كان أضيق صدرا من أن يتقبلها فاتهم الشيخ في دينه وفي ولائه وفي فهمه وفي علمه ثم أبت الأيام والسنون إلا أن تثبت أن الشيخ كان محقا وأن الجهاد إذا فتح ملف الجهاد لا يكون في الأمة ما يكون في الأمة هو فتنة داخلية هو حرب أهلية هو حرب طائفية هو نعرات مذهبية تدمر الأمة يا إخواني ونحن دمرنا ما شاء الله ما شاء الله دمرنا بهذا الجهاد دمرنا بهذه الحركات انتبهوا بعد ذلك عادوا كثير منهم واستغفروا للشيخ وأيدوا ما في كتابه وهذه دعوة لقراءة أو إعادة قراءة هذا الكتاب المهم الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه على كل حال من ضاق وقته عن قراءة كتاب مثل هذا وهو يقرأ في بضع ساعات لأنه ليس بكتاب الضخم فيكفيه ويكفيه إلى الأمد الأقصى أن يستشير رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه فيما صح عنه من أحاديث الفتن والحروب الأهلية على ماذا تواطأت وتواردت وتعاضت وتساند وتساعدت هذه النصوص النبوية الشريفة على ماذا في هذا الباب في هذا الملف على الكف على الكف تكف يدك تترك سلاحك تكون حلسا من أحلاس بيتك مثل هذه السجادة هذا هو الحلس سجادة قديمة حلسا يا رسول الله إن دخل علي بيتي طيب هؤلاء أهل الفتنة أطراف في الحرب الأهلية دخلوا علي بيتي مع أنني كففت وتركت السلاح ولا أولد أنا تورط في الدماء قال إن خشيت خفت يعني إن خشيت أن يبهرك شعاع سيفه فألقي ثوبك على رأسك اعمل كالنعامة يبؤ بإثمك وإثمه يكون هذا القاتل المجرم الذي جاء يقتلك باسم الجهاد يكون كشر ابني آدم مثل قبيل قاتل هبيل وعليه وزرك ووزرك كل من ائتسى به واقتدى به وسفك ولو محجن الدم هذا رسول الله هذا مش عنا إبراهيم ومش البوطي ومش القرضوي هذا رسول الله يقول لك في الفتنة لكن للأسف الشديد مما أخذ على الشيخ القرضائي يغفر الله له أنه سعى في هذه الفتنة وهو يعلم أنها فتنة وقال إذا هذه فتنة فأنا من شيخ الفتنة اللهم أحيني شيخ فتنة وأمتني شيخ فتنة لا إله أحد الله يغفر الله له فتنة يا شيخنا فتنة لا أريد أن أقول فتنة وأنتم أيضاً أمعنتم فيها خببتم وأوضعتم سرتم فيها مسيراً ليس يحمد حين حركتم الانشقاقات الرأسية في الأمة هناك هويات جامعة وهناك هويات فرعية الهويات الفرعية لصالح من تحرك أمة بلد نفترض البلد X هذا بلد واسع متسع لجميع الأطياف لماذا نأتي في لحظة معينة بعد أن مدحنا البلد مدحنا البلد ومدحنا أمره وشأنه وجعلناه بلداً يتصدى للاستعمار يتصدى الخطط الأمريكية وأثنينا عليه والفيديو موجود سورة الحمد لله الحمد لله طبعاً من جهة أننا في عهد النت واليوتيوب والحمد لله الذي لا يحمد على مكروس سوى أننا أيضاً في عهد النت واليوتيوب والسوشيال ميديا لأنها أكثر من 60% حسب الدراسات الدقيقة العلمية أكثر من 60% مما يدور من أخبار وتحييلات مزيفة ومفبركة في هذا العالم اللعين فالنص ظلت لم تعد تعرف الحق من الباطل يضحك عليها تفبرك لها أشياء غريبة عجيبة وتصدق كل شيء غرد إيدي كوهين الناطق باسم الجيش جيش القوم إياهم وأنتم تعلمون غرد وقال عن القيادة العربية كذا 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 طيب ولماذا علي أن أصدق عليه لماذا أصدق إذا غرد هذا وهو عدو عدو للأمة عدو لمصارح الأمة عدو لاستقرار الأمة يغيظ أن تبقى الأمة متماسكة مستقرة كل سعادته أن تتقسم الأمة وأن تتشغر الأمة لكي تبقى دويلته ويبقى قومهم الأعلين أليس كذلك؟ وهم السابقين لماذا علي أن أصدقه إذا غرد ضد قيادة عربية ضد زعامة عربية لماذا؟ لأنه مباشرة يحتفون بتغريده جميل هذا الرجل غرد قبل أيام يعزف الشيخ القرضاوي وأبرز الألم والحزن وقال الشيخ القرضاوي خدم إسرائيل كما لم يفعل بنجوريون نفسه هل نصدقه؟ نعطيه شيكا على بياض متى سنستيقظه؟ الآن حملة شعواء على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وفقه الله لأنه لم يعزف الشيخ القرضاوي الشيخ أحمد الطيب ليس شيخا مستقلا هو شيخ الأزهر والأزهر مؤسسة في دولة لها موقف من الشيخ القرضاوي الشيخ القرضاوي كان موضوعا على واحد الإرهاب المصرية ومطلوبة للحكومة المصرية هذا موضوع الثاني الآن لسنا الآن قضاء وهذا الرجل يعني يرأس مؤسسة في هذه الدولة ماذا تريد منه؟ الرجل وأنت تقول وهذه تعبير الشيخ القرضاوي رحمه الله عليه عالم السلطة وشرطة نعم عالم السلطة وعلى فكرة الأشياء التي ينبغي أن نستيقظ لها مش معناه أنه الإنسان عالم السلطة أنه شيطان أي طبعا كل الدول الإسلامية دول فيها نظم حكم من أيام سيدنا عمرو الخطاب أليس كذلك؟ إلى اليوم عدلت أم ظلمت استقامت أم انحرفت أليس كذلك؟ وهناك مؤسسات دينية من كل الشكل ولو ولا بد أن يكون أي في رأسها أو على رأسها أناس من علماء الأمة من قامات الأمة مش بالضرورة أنه إذا كان يرأس مؤسسة رسمية أن يكون شيطانا أو كذابا أو منافقا بالمرة مش بالضرورة بالعكس أنا أقول لكم وجهة نظري إحدى رسائل خطبة اليوم الأفضل مليون مرة لعالم الدين أن يبتعد عن السياسة وأن لا يسيس خطابه وأن يفرغ حين يفرغ عن منطق الدين وحده على أنه وسأقول لماذا؟ أكبر رسالة في الخطبة هذا هو الموضوع والدرس الأكبر هو شيء القرضاوي رحمة الله هذه لكن هناك استثناء واحد في نهاية المطاف تبقى أنت منتميا إلى أمة محددة إلى شعب محدد إلى دولة محددة من واجبك شرعا أنتقف مع أمتك مع شعبك مع دولتك والنبي شجع لهذا النبي حتى في الحروب النبوية تخيل دويلة إسلامية كانت دويلة المدينة وعلى رأسها خاتم النبيين والمرسلين روحي له الفدى صلواته ربي وتسليماته عليه وعلى آله وكان وذكرت لكم هذا غير مرة كان للجيش راية أم تسمى الراية الأم على أم الله يقول الشعب راية أم سوداء كانت ثم بعد ذلك كل قبيلة من قبائل المسلمين هم عرب قبائل وعشائر كل قبيلة كان لها لواء تحمله طبعا النزلة القبلية موجودة هذا انقسام رأسي موجود يمكن أن يوظف توظيفا جيدا بما يخدم هذا التنوع الأفقي هذه عبقرية رسول الله يسمح بهذا ولذلك إذا كنت تنتمي إلى قبيلة معينة عار عليك عظيم إن ألحقت العار والمعرّة بقبيلتك كأن تلوذ بالفرار أو تجبن عند اللقاء ممنوع لأنك تتبع هذه شوف العبقرية النبوية ولذلك النبي مدح صلواته رب وتسليماته عليه من ينصر قومه وأهله لكنه ذم أشد الذم أبلغه ويا لنبوته الحكيمة العظيمة يا لعبقريته التي لا تدان والله ولا تسام حين قال الذي يعين قومه في غير الحق كالبعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه أخرجه أحمد وأبو داود تلبيذ أحمد وابن حبان أبو حاتم رحمة الله تعالى عليهم الذي يعين قومه في غير الحق ليش أنهم قومي قومي أهلي عشيرتي بلدي لا الحق نعم في غير الحق لهم عليك ماذا حقه النصح أن تكون ناصعا أمينا والله الحق لا يتضرر منه أحد والله الحق ينتفع منه الجميع والله راضي والباطل والسكوت عن الحق يتضرر به الكل الساكت والمسكوت لعجله في الأخير مش أنا زكت كرمال عيونك ها أنت ستضرر بما قبلي الحق يسع الجميع وكما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه من ضاق به الحق فالباطل به أضيق أنت مش شايف أن الحق يسعك بتكاشر بتفكر الباطل يسعك تعوني الله الباطل يدمرك شوف هذا المنطق النبوي وشوف التعبير والتصوير المذهل كالبعير تردى في بئر تردى في بئر فينزع بذنبه هل يمكن أن تخرجه من خلال ذنبه سينقطع الذنب ولا يخرج ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول تورط ورطة كبيرة وقع في ورطة ليس منها مخلص وقع في ورطة ليس منها مخلص أي ورطة أن تنصر قومك انتبه هنا القوم لا يقتصرون فقط على ماذا على القبيلة على العشيرة على شعبي على دولتي على حكومتي على جماعتي على فريقي حتى لو فريق فرط قدم على جماعتي خاصة كانت جماعة دينية أيديولوجية سياسية مسيسة لا الحق أبقى والحق أتقى وأزكى والحق أنفعي الجميع عليك أن تشهد بالحق ولو على نفسك الله يقول ليس على جماعتي وحزبي وأمتي ودولتي حتى على نفسي لكن فيما عدى ذلك العالم مأمور أن يدافع عن وحدة بلده عن استقرار بلده عن عمل شعبه وطبعا هذا ليس لي ولا إليك أن ننقب وأن نفتش في قلوب العباد هل نقبنا وفتشنا في قلب الشيخ البوطي رحمة الله عليه أبدا قال لك منافق باع نفسه اتق الله الله العظيم يمكن لكلمة مثل هذه أن تودي بك إلى غضب الله حين تتكلم عن أحد علماء الأمة وربما أحد أعيان صلحاء وأوليائها بكلام لا يعلمه إلا الله من أين لك والذين أعلمه ولمسنا وقلت هذا مرارا أن الشيخ الشهيد البوطي رحمة الله عليه مات وترك ثروة عظيمة كبيرة لكنها مع عظمها لم تسمح لزوجه ليلة استشهاده أن تشتري رغيفة خبز تعلموا كم ترك الشيخ البوطي ترك 70 ليرة سورية والدولار ب500 ليرة زهاء عشر سنت الشيخ البوطي الشيء لا يكاد يصدق والشيخ البوط كان والله العظيم يمكنه أن يراكم ثروة لن أقول بالملايير لكن قطعا بعشرات لم يكن بمئات الملايين لو أنه تاجر بدينه لو أنه اختط خطة النفاق والكذب والملق والتلون أبتا رحمة الله تعالى لكن الشيخ البوطي ليس معنا ليس مع هذا الحزب ليس مع هذه الجماعة ليس مع ثورات الربيع العربي ليس مع الخطة الأمريكية خطة الحزب هي الديمقراطي حزب بايدل آين وهيلار كلينتون وباراك أوباما الذين لا زالوا مسرين على تقسيم العالم العربي انزعجوا جدا كيف لم تسقط مصر كيف لم تقسم مصر ولا زالوا يعملون افتحوا أعينكم يا عبد الله ويدعبون البوطي لم يكن مع هؤلاء البوطي من أول يوم فهن هذه اللعبة قال لك هذه اللعبة عالمية تريد تدمير البلاد تمزيق المنطقة لا يمكن أن أخب فيها وأضاع لا يمكن لكن هل البوطي راضا عن حكومته يعني رضا تاما لا والله وأنا أعلم ماذا أقول ولن أقول أكثر من هذا هل هو راض ليس راضي يا رحمة الله عليه وبعدين من الذي قتل البوطي شبهة كبيرة تترك إلي الأيام إن شاء الله تعالى البوطي كان يخطب في مسجد كله مرصود بالحراسات على مدار الساعة وبالكاميرات على مدار الساعة كيف تم اغتيال الرجل رحمة الله عليه حتى الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه تساءل من الذي قتل البوطي طبعا هذا التساؤل مشروع ولستمعنا جوابنا ها إلى الآن والعجيب على الفكرة ما من جماعة مسلحة من هذه الجماعة المسلحة اعترفت بأنها هي التي فعلت ولا جماعة ولا جماعة عجيب ولو أنهم فعلوا يعترفون يقول لك شرف لنا وعلى فكرة بعضهم قالوا قالوا لم نفعلها والأسف أننا لم نفعلها يا ليتنا قيض لنا أن نفعلها شوف الغباء لين قالوا إحنا لو فعلناها سنفتخر بها أننا خلصنا الأمة وخلصنا الدين من هذا الرجل الذي كذا وكذا ينعتونه الشيخ البوطي قالوا لكن إذن ليست هذه الجماعات هي من قتلت البوطي فمن الذي قتله ولماذا وما المصلحة في قتله رحمة الله عليه الرجل على كل حال أبو سبعين ليراه تلك بسبعين لرسولي وقال لك البوطي عالم السلطان البوطي باع دينه بأي ثمن ما الثمن الذي قبضه يا رجل اتق الله ستسأل عن هذه الشهادة وما القيامة اتق الله في كل شيء على كل حال نعود إلى ما كنا في نعود إلى ما كنا في ولسنا أيضا كما قلت لكم إذن لسنا محاولاء النفر الموتورين الذين ما إن انتقل الشيخ إن شاء الله إلى رحمة الله حتى فتحوا الملف الضال المضل المبتدع المشعارف ونزعونه حتى صفة العالم على الشيخ قرضاوي لماذا؟ لأنه خالف خالفكم أنتم هو الإسلام ملك لكم أو الإسلام ملك له أو لنا هذا الإسلام تراث الأمة ملك الأمة كل الأمة خالفهم في مسائل التصوير التمثيل الحجاب والنقاب الموسيقى والغناء فوائد البنوك في نضاق ضيق معين قال لك هذا الضال مضل ولم يكن مذهبيا يفتي بمذهب واحد لا يتعدى إلا في نضاق ضيق لا الرجل كان يتخير رحمة الله عليه كان يتخير لا لسنا من هؤلاء ولسنا نعتب على الشيخ في هذه المسائل وفقته أم خالفته أنا أقول لك المتيقن أنه عائد وراجع دائما في كلتا حالتيه دائما بأجر إما كان أجرا واحدا وإما كان أجرين اثنين عليك كذلك إذا أخطأ في اجتهدي هذا من؟ من الذي افتنى فيه؟ رسول الله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلاه أجراه فإن اجتهد فأخطأ فلاه أجره واحد لماذا تثرب على الرجل وكأن الرجل كان يسعى في هدم الإسلام بفتاواه لماذا لا تنظر المسألة من جهة أخرى بفتاواه الميسرة أيضاً استبقى في الإسلام ملايين الناس مما لو خوطبوا وأفتوا دائما بالتجديد وبالأشد وبالأعص لا ربما خلعوا الربقة وخرجوا من هذا المجال كله لماذا تنظر بعين واحدة هذا ليس مما نريد أن نفتحه ولا أن نعتب فيه على الشيخ يغفر الله له ويرحمه إن شاء الله بأوسع رحمته لا في قليل ولا في كثير إذن لماذا جئنا؟ جئنا إلى النقطة الأهم جئنا إلى النقطة الأهم ولذلك فقه الزكاة فقه الجهاد فقه الطهارة فقه الصيام مشكلة الفقه وكيف عالجها الإسلام ومثل هذه الكتب أعمال علمية نافعة مباركة استفاد منها الكثيرون حوله الحلو الحرام حول العالم الذي يسميه الأخوة السلفين وبعضهم الحلال والحلال اسموه كما شئتم لكن كتاب شرق وغرب وانتفع به عشرات المليم وترجم إلى لغات إسلامية كثيرة الرجل كان أي خطته وخطة التبشير والتيسير رحمة الله عليه جميل جدا ويا ليته بقيه كذلك يا ليته عاش ومات على هذه الخطة ولم يدخل في عالم السياسة ولم يرتهن نفسه لدولة أو جهة معينة تقول له قل فيقول حرّض فيحرّض كفر فيكفر لا ارجع وإيه وأحسن في القول لا هذا لا يريق بالعالم ولنكن محددين وواضحين يا إخواني السياسة ما هي الكل يعلم السياسة فن الوسلية روح السياسة هي البراجماتية صحيح؟ أبدا الميكافلية أيضا كمان ليس بس الذرائعية براجماتية وحتى ميكافلية يمكن للساسة أن يتوصلوا بأخص الوسائل إلى أهدافهم وأغراضهم لا يعنيهم لا يعنيهم أن تكون الوسائل النظيفة وطاهرة أبدا أبدا لذلك يقول عم السياسة نجاسة عبروا كما شئتم لكن هذه السياسة كانت وساة تظل على فكرة عبر التاريخ وخاصة في العصر الحديث بالذات من أيام ميكافللي أصبحت السياسة لا أخلاقية إلى حد بعيد جدا وبشكل مرعب ذكرت لكم مرة الطرفة عن وينستنش ترشيل مرة على قبر رجل أحد الساسة يعني الحزاب يعني المعروفة ومكتوب على قبره هنا يرقد السياسة والرجل الشريف فلان فلان قال عجيب كيف اجتمع مع بعضهم يعني لماذا هذون المذفورين مع بعضهم لماذا قبر سوريا وطبعا يعني أنهم نعتان لمنعوت واحد لكنه يقول هذان النعتان لا يأتلفان ولا يتجاوران مستحيل أن يكون سياسيا ورجلا شريفا قال الغريب هذا والتشرشل ليس أيها واحد قال لك ما فيه أن تكون سياسيا المعناها أن تركب الصعب والذلول لأن السياسة في نهاية المطاف فن أن تكسب لا أن تخسر فن الممكن فن التوازنات فن أن تصل إلى غرضك بأقل المغارم وأعظم المغانم وهذا السياسة وهذا السياسة الناجح وبالله عليكم سألتكم بالله هل تعجبون أو يثوروا منكم نكير أو نكر على سياسي يتقلب كل يوم وليلة مرات ومرات كالأغوال الأغوال هي تتغول تتقلب السياسة كالأغوال تتقلب لكن يفعل ذلك لكي يخدم أمته مشروعه استقرار بلده يدرع عنها التهديدات يدرع عنها المشاكل يدرع عنها الجوع العطش البرد تعجبون وتنكرون أم تؤيدون وتعجبون من ساعة حيلته واتساع دائرته الثانية أنا أعلم أن الثانية لا بأس هذه السياسة لكن كرة أخرى أسألكم بالله تبارك وتعالى لو فعلها عالم دين وتلون في اليوم والليلة مرة أو مرتين حتى من السنة إلى السنة وتلون وتعلمون أنه يفرغ عن ماذا؟ عن منطق سياسي يلفعه بماذا؟ بديباجة دينية يفهم الناس أن هذا هو الدين يا مولانا هذا الدين طب قبل سنة كان هناك دين آخر ما الذي يحصل؟ هذا الدين وذاك دين هذا شرع وهذا شرع تنكرون أم لا تنكرون؟ تنكر الناس أشد النكير يسخرون ويغضبون ويزدرون بمن يفعل هذا ولا يعجبهم هذا منه لماذا؟ لأن الدين ينتمي إلى دائرة المقدس المقدس من أخص خصائصه الثبات أليس كذلك؟ الثبات في نوع من الثبات يبقى لفترات طويلة جداً الدين هو منبع القيم الأصيلة التي ينبغي أن تبقى محفوظة مصونة لا يعبث بها لا يلعب بها للأسف الشديد تسمع الآن من يبرر يقول لك لا 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 وطبعاً واثق بعضهم واثق جداً بالحكس طبيعاً يأتي الشيخ والعالم الدين يمدح اليوم نظاماً معيناً زعيماً معيناً دولة معينة يمدحها ويتصور مع القائد بكل تواضع ويفتخر ويلقي بكلمات كبيرة جزافاً في مدح الدولة وقيادتها ثم بعد ذلك يحرض على قتلهم وذبحهم والتخلص منهم قال لك لا 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 هذا اسمه أن تدور مع الحق حيث دار والله أجبتني أغنعتني شوف هكذا يغتلون وعي الشباب الصغار وعي المراهقين قال لك هذا عالم رباني يدور مع الحق حيث دار يدور مع الحق حيث دار لاحظة لاحظة إياكم أن تتغولوا بقية المنطق وعلى فكرة مثل الثيارات الحزبية ليس بس الإسلامية الحزبية المؤدلجة عموما لا يسعدها ازدهار الحس النقدي عند القواعد الجماهرية يسعدها دائما ماذا ضمور وتراجع حس النقد الحزبيات والأيدولوجيات معروف الأيدولوجيا عموما تعاكس المعرفة لذلك لا تكتب على نفسك أنك من البسطاء السذج الذين توقعوا أن يصيبوا الحقائق من خلال ماذا الأيدولوجيات أنت تكون ساذجا جدا ومغفلا الحقائق لها طريق آخر طريق المعرفة والعلم الأيدولوجيا لها طريق الغلب والكسب بكل الوسائل وأكثر وها خسيس فكارثة كبيرة داهية ما لها من وهي إذا تورط العالم الديني وأصبح يفرغ عن منطق السياسي مع ديباجة دينية مصيبة كبيرة عليه وعلى الدين وعلى من يصدقه والله العظيم شيء رهيب جدا على كل حال حتى لا أنسى يعني تخطو لأفكار حينما على المنبر فأريده أن أدليه وأن أعربه عنها شيخ القضاوي رحمة الله عليه وغفر الله له موته كان استفتاء إلى الآن لم يلتفت الناس إلى هذا موته استفتاء واستفتاء خطير جدا وحساس وحاسم كمان استفتاء على ماذا وممن؟ من الجميع من الأمة بكل أطيافها من أمة محمد من المسلمين استفتاء ستقول لي كيف استفتاء وكيف نتيجة الاستفتاء نتيجة الاستفتاء خش ادخل على اليوتيوب وخش على المواقع وعلى تلفزيونات موت الرجل لم يثر عشر معيشين ما كان ينبغي أن يثيره موت الرجل في مثل مقامه وفي مثل وزنه استجابة واهنة ضعيفة جدا أنا لم أكن أصدق على أنني لم أستغرب لماذا؟ لأنني قبل وقت ليس بالطويل صدمت بوقوعي على حلقة من حلقات برنامج كان أي يعني تبثوا قناة الجزيرة للشيخ رحمة الله تعالى عليه اسمه على ما أظن سياسة في دين ومن سنوات هذا وإذا بحلقات البرنامج ودخلوا أنتم ندخل واختبروا حلقات البرنامج بضعة بضعة آلاف فقط ومن سنوات طويلة بضعة آلاف يحضرها بضعة آلاف وتبثوا هالجزيرة استفتاء أيضا هذا كان استفتاءا سكت عنه سكت عنه كيف بضعة آلاف سياسة في بضعة آلاف وعلى موقع الجزيرة حلقة يا حضرها بضعة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف ستة آلاف ثلاث آلاف عشرة آلاف تسعة آلاف قليل لقيت عشرة آلاف استفتاء واضح موته الآن رحمة الله عليه وغفر الله له استفتاء آخر أوضح وأخطر أخطر بكثير لم يثر موته عشر معيشير ما كان ينبغي أن يثيره موته مثله لماذا استفتاء الأمة تقول لك زهقنا مللنا تعبنا من هذه الطروحات من دمج الدين بالسياسة والسياسة بالدين واللعب بالأوطان والاستقرار وبالأمن وبحياة الناس بدماء الناس بأدياننا بكل شيء مللنا تعبنا لذلك موته استفتاء برنامج سياسي في دين كان استفتاءا رهيبا لم يلتفت إليه وبرنامج في سبع سنين الذي بثته الجزيرة وأغضب برضو زعامات الإسلام السياسي وغضبوا جدا وسببوا الجزيرة وسببوا قطر على أن البرنامج برنامج توثيقي مع عشرات من شباب الذين كانوا في الإسلام السياسي وانتهوا إلى الإلحاد مش كفروا بالإسلام السياسي كفروا بالدين كله فالآن الناس وصلت تقريبا إلى مثل هذه الحافة الرهيبة بعد ذلك لن يجديكم أن تصف الرجل بأنه أم فيه رجل وأنه الوارث المحمد الكامل وأنه كلام أنتم تتكلمون أنتم تخاطبون أنفسكم شيخ القرضاو نفسه رحمة الله عليه وغفر الله له علق على ثورة الشعب المصري التي في 30 يونيوم 2013 ما قال؟ وعلق على موقف الشيخ الأزهر الدكتور الطيب قال هؤلاء لا يمثلون الشعب الذين خرجوا لا يمثلوا الشعب المصري يا مولانا هل تعلم عدد الذين خرجوا؟ هل خرجوا مئة ألف مئتا ألف مليون مليونان خمسة ملايين عشرات الملايين وسائل إعلام عالمية محايدة ما لهاش علاقة بهذه المعمعة خاصة صينية قال لك ربما يكون هذا للمرة الأولى في تاريخ البشرية حسب أقبار الصناعية قال لك ثلاثين مليونان دونها ثورة خمسة وعشرين يناير 2011 نفس الشيء جماعة الرئيس المرحوم ورسي رحمة الله وغفر الله له وحزبه قال لك لا 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 نحن نقدر أن الذين سيخرجون بين مئتين وثلاثمائة ألف هذه مشكلة الأيدولوجيا مشكلة الحزبية تعمى عن رؤية ما يفقى العينين أنت لا تستطيع أن ترعي الشارع أمامك ماذا يفعل لك الشارع؟ انتهى ستطبق عليك سؤال الله الكونية والاجتماعية ستخيب وتخسر في النهاية من الأفضل لك أن تتابع أن تتابع المشهد بعيدا عن الأمان والأحلام والأدلجة والتسليس يا أخي خذ الوقاع استفد منها تحرك مستجيبا لها لكي تكسب أما أنت تقول لي الذين خرجوا وكانهم بضعة آلاف بضعة آلاف لا يمثلون الشعب كيف يمثلون الشعب؟ عشرات الملايين الآن تخطعهم تزندقهم تلعنهم مسألة أخرى لكن خرجوا وانتهوا كل شيء ماذا تفعل؟ هذه الحقيقة عليك أن تدرس بحذق وأمانع لماذا خرجوا؟ ما الذي أغضبهم؟ لعلهم تذكروا أن العبد الفقير والله يخفر لي وسمحني إن كنت أغطأت كنت في مصر آنذاك وأتيت هنا ولازالوا في الحكم وقلتهم خارجون خارجون وأقسمت على المنبر أنهم خارجون ولن يعودوا على أقل في المدى المنظور طب لماذا؟ كيف أنا أضع سمعتي حتى علمي حق وهل أنا أحمل غائلة عليهم؟ حاشة لله أبداً أبداً أنا رجل إذا تكلمت أرجو أنني لا أتكلم إلا مصرحة أمتي وديني والله العظيم في نهاية المطاف لستم أدحزباً بفضل الله ولستم أحسوباً على أي جهة بل الجهات بين قسين التي عاملتني معاملة لا تليق أنا طرت من بلاد معينة ورفض عن أدخلها ومع ذلك أثنيت عليها لا أتدخل في السياسات في الدول لا أحرض على أحد أنا منعت أيضاً منعت من كل شيء ومع ذلك هذه الدول لا أحرض ولا أقبل مع أنه لو قابلت فهناك مقابل أكثر مما تتخيلون والشهود أحياء بفضل الله حاشا لله أسأل الله قلت مئة مرة أن يقبض روحي قبل أن أفعل لأنه لو قبض روحي سيقبضها نظيفها طاهرة لم تتورف في التأمر على المسلمين وعلى العرب وعا استقرار دولهم وشعوهم حاشا لله والله العظيم البوت أشرف مليار مرة أقسم بالله على أن الإغراءات فوق ما يمكن أن يخطب بخيالكم ولا أن أتكلم أكثر من هذا لا تقول لملايين ولا عشرة ملايين فوق ما يقول الشهود أحياء أنا لا أحكي من خيالي الشهود على العروض هذه أحياء بعض من أن في المسجد ينبغي أن يكون واضحيين انتبهوا الأمة استقرار الأمة أمن الأمة وضع الأمة هو المهم في نهاية المطاف نعود إلى قضيتنا يا أخواني نعود إلى قضيتهم الناس لا تقبل من عالم الدين ومع الحق كل الحق أن يتلون كما يتلون أساسه الحد المخبول من عالم الدين هو ما ذكرته لكم أن يدافع وأن يحامي عن بلده وعن سياسات بلده حكومة بلده معقول هو ابن هذه البلد ابن هذه الأمة فليحامي مطلوب وإلا كان شيئا آخر قرضاوي رحمة الله عليه ذم بعض الدول العربية بالاسم مع أنها لها تاريخ في دعم جماعة الإخوان المسلمين واحتضانهم طبعا الرقم الدولة رقم واحد في العالم أكثر دولة احتضنت هذه الجماعة ورموزها وأغدقت عليهم المليارات وفتحت لهم المراكز الإسلامية في العالم وأمدتها وأنفقت عليها ما هي السعودية أيضا حرضوا عليها لماذا الإمارات أيضا كانت تحت تنوم معروف لأن أذكر التفاصيل الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه وغفر الله له قال لك الإمارات تقف موقفا من كل حكم إسلامي تعادي كل حكم كأنها تحكم يعني لا أعلم بماذا بالتوراة والإنجي أو بموت سي تونغ أو بكتاب رأس المال طب ما هم الإماراتيون دولة مسلمة وكما أناس مسلمون يا حبيبي والصلاة والصوم والإفترات الجماعية بالملايين والحج والعمر والقرآن ماذا تريد يعني الآن سأحكي لكم شيئا حاولوا أن تركزوا تركزوا تماما وقبل أن أمضي سأذكر شيئا مهما الإمارات التي تسبع لأنها دولة ضد الإسلام وضد الحكم الإسلامي الإمارات عرضت على قيادات الإخوان المسلمين في الإمارات وأنا أعرف ماذا أقول ويمكن أن تقع المحاققة قالت لهم أنتم أبناء هذه الأمة أنتم أبناء هذا البلد حياكم الله هيا تفضلوا وانظروا ما هي المثابات ما هي الوزارات ما هي الوظائف العليا في الدولة التي يمكن أن تقدموا فيها وأن تخدموا بلدكم ويا حي هلا تفضلوا أنتم أولى ببلدكم والله العظيم أنا أحكي لكم والله الآن أشعر بدني تعرف ماذا كان الجواب وليس واحد هذا فئة كبيرة منهم بعد ذلك أدخلوا السجن لا تقول أدخلوا ظلما ستعرف لماذا لازم الحقيقة الكاملة قالوا أعطونا فرصة لنفكر تفكر أنت تقول حكم إسلامي خدمة الأمة خدمة الدين الحاكم يقول لك تفضل تعال اشغل على الوزارات التي تناسبك بشرط أن تكون ماذا كفأا فيها تستطيع أن تقدم أهلا وسهلا أنت أولى من غيرك قال نريد فرصة نفكر أعطوا فرصة وعادوا بعد أي أيام وبإجماعهم قالوا لا العرض لم يناسبنا العرض لم يناسبنا تعلمون لماذا لأن المرشد العام في القاهرة لم يوافق على العرض بالله عليكم يا إخواني وأخواتي أي دولة في العالم ولو دولة إخوان مسلمين لو حكم حماس الآن في غزة أي دولة في العالم تقبل أن يرتهن أبناؤها وخيرتها على أساس والذين عرض عليهم وزارات ومثابات عالية أن يرهنوا قرارهم لسلطة خارج البلد وقال مرشد عام مرشد أي مين المرشد هذا أنا ما أدراني وليش حتى لو كان نبيا من الأنبياء إيش المرشد هذا خارج البلد بده إيه وجه إيش أبناء البلد وهم في وزاراتهم افعلوا ولا تفعلوا ما هذا لا توجد دولة في العالم تقبل بهذا المنطق فاهمتم وبعضين خلينوا يكونوا واضحين جدا جدا وهنا بدي ألقي بالقنبة التي ألقيت قبل ذلك وأحسن الفريق الآخر أحسن حين صمتوا ولم يستجيبوا لكلامي لأن إثارته سوف تحرجهم جدا سأقولها بالفهمة الآن وهذا سيغطب والله والساتر الله والستير لا إله إله فالله خير حافظا وهو أرحم الرحمن الأصولية الإسلامية بفرعيها السني والشيعي صناعة استعمارية الوثائق أصبحت متاحة قبل ذلك لو قلنا هذا قبل عشر سنين سيقال كذاب أشر الآن الوثائق أفرج عنها ولم يفرج عن كل الوثائق إيش رأيكم؟ أفرج عن أجزاء منها وأجزائي الآن مع أنه بالقانون ينبغي أن يفرج عنها لا زالت تحت التسويد بالقلم الأسود ممنوع لكن أن هذه الأصوليات أنشئت وعمدت مالية ما اللحظة الأولى حين لم تكن شيئا مجرد بذرة بذرة بسيطة جدا جدا كان يمكن لأي جهاز سورطة بسيط أن يعيدها في مهدها أمدت بالأموال الاستعمارية لماذا؟ لماذا؟ لماذا يمد شيخ شاب بسيط في بداية الثلاثين العقد الثالث يعني هو مواليد 1906 وهذا الكلام كان سنة 28 يعني قديش تخيل؟ في منتصف العقد الثالث ليس عالما كبيرا ولا مشهورا ولا أي شيء سنة بسيط متواضع لا شيء لا شيء ما عنده حتى شهادة ماجستير في أي علم العلوم عنده دبلوم دبلوم فقط لماذا تمده الدولة الاستعمارية التي تستعمل بلده ستقول لماذا تقول أنا لا أقول شيء من عندي أقول الوثاق يا حبيبي الموجود الآن والتي أحرجت الجميع وفقأت العينين في المقابل مؤسس الأصولية الكبيرة الآن الشيعية طبعا هو ليس المؤسس لكن هو الرمز الأكبر الذي أقام لهم دولة تعرفون من هو في فرنسا وفرنسا ترعى صباح مساء صباح مساء كل يوم مش أقل من 15 ل 20 لقاء متلفز وراديوي وصحفي مع الرجل هذا باستمرار وأعيد معززا مكرما علامة طائرة تفضل ما هذا؟ لماذا؟ لماذا هذه الرعاية؟ لماذا هذا الاهتمام؟ لماذا هذا التلميع؟ لماذا خلق الشخصية؟ الخطة واضحة ذكرتها في برنامج ليطمئن قلبي في 2016 تقريبا خلق أصولية سنية وتغويلها تصبح غولا كبيرا شريسا وخلق أصولية شيعية أيضا تصبح غولا ثم ضرب الاثنتين هذه بهذه وينتهي الإسلام والعالم الإسلامي نسأل الله أن يبطل مكرهم والله العظيم نسأل الله كأن الله تبارك وتعالى إن شاء الله أبطل مكرهم وأيخذ الأمة وكما قلت لكم وفاة العلم القرضاوي استفتاء هذا المشروع فشل الأمة لم تعد لكن تعرفون ما الذي يحصل الآن الأمة تنتظر البديل لأن الإسلام تم اختطافه عبر تسعين سنة الآن الناس تفشل أن تفكر خارج القوالب والنماذج التي أتحها الإسلام السياسي عبر تقول كيف ما هو الإسلام هيك الإسلام أن أجحياه مصحف وزيف دولة ودين دين وآه دنيا وآخر الكلام المنشطات لا 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 الإسلام قبلهم يا حبيبي هم متى خلقوا هؤلاء الإسلام 1400 سنة هؤلاء إياك إياك أن تغر عن عقلك هؤلاء بالأمس القريب ولدوا مع ولدتنا يعني بالأمس أبدا الإسلام 1400 سنة الله حافظ دينه تراث الأمة بالله عليكم الآن هاي مؤسس الأصولية مؤسس هذه الجماعة كم يقتبس هل ترونه كل يوم على النت يقتبس لا يقتبس الشيخ غرضاوي رحمة الله عليه وبالذات في آخر السنوات كنا لا نراه لا يرى لا يقتبس لماذا ماذا تقتبس الناس ماذا تقتبس تقتبس خطبه في آخر 15 سنة كلها سياسية تحريض على هذا وضرب في هذا وسب في هذا مدح في هذا ثم سفك دم هذا نفسه اليوم يمدح وبكرة اقتلوه برصاصة اقتلوه برصاصة اطلبوا الأجر بقتله ماذا تقتبس الناس لكن هل يقتبس الشيخ الشعراوي أكثر مما كنا نرجو بفضل الله تبارك وتعالى يوميا مقاطع للشيخ العارب بالله مفسر كتاب الله مصطفى حمود المثقف المسلم الصالح الواعي اللي كان فاهم لعبة الأصولية الإسلامية وحذر منها وقال الأمريكان قال لهم صناعة غربية صناعتهم قال لهم احنا فاهمين كل حاجة الله يرحمه لكن طبعا عاش في آخر بضعة عشرة سنة تحت حراسة الشرطة المصرية طلبت رأسه للجماعات الإرهابية مصطفى حمود صاحب علم والإيمان لأنه فاهم اللعبة فاهم من خلقكم ومن الذي يمولكم ولصالح من رحمة الله علي مصطفى حمود يقتبس كثير مع مصطفى حمود أكثر بكثير من القرضاوي يوميا بمئات الألوف الآن سأحكي قصة الشيخ الشعراوي عاد ويا لها من قصة وما أجملها من قصة هذا الشيخ المنوّر الرباني آية من آية الله رضوان الله تعالى عليه وعاش سعيدا ومات حميدا اللهم ألحقنا بصطلح هنا من أمثاله يا رب العالمين الشيخ محمد متولي الشعراوي ولم يكن ممن يحمل الضغائن اختلف مع الإخوان على طول خط بعد ذلك لكن عمره محرّض عليهم عمره مسبهم عمره أبدا رجل مهذب جدا رجل رباني يريد نفع الأمة نصح الأمة يا شيخ سمعنا أنك كنت في الإخوان قال نعم أنا الذي كتب بخط يديه أول منشور لهم في القاهرة أنت قال أنا طبعا لما قال الشيخ حسن البنة رحمه الله انتقل من الإسماعيلية مؤسسة الجماعة في الإسماعيلية 28 وعشرين انتقل في 32 بعد أربع سنوات تقريبا أو خمس سنوات انتقل القاهرة كنت أنا من خط أول منشور للجماعة بخط يديه وذكرت فيه كذا وكذا وكذا جميل يعني كنت طبعا كنت معهم وعجد بطريقة الشيخ البنة في الدعوة الدعوة لكن يا شيخ شعراوي في شيء مثال تساؤل أنت وفدي أنت من جماعة سعد زغلول ومن جماعة طبعا المعاصر لك إنه حاس باشا رحمة الله عليه كيف أنت وفدي وإخوانا المسلمين هذه أصلا الشيخ الشعراوي كان عنده المسألة مسلمة إخوانا المسلمين مش حزب سياسي مش أيديلوجيا صراعية على السلطة إخوانا المسلمين جماعة دعوية تقرب الناس إلى الدين تعرف الناس هكذا كان يظن هكذا كان واهما للأسف كما توهم هو صدق أنها جماعة دعوية وإذا كانت جماعة دعوية ستقف على مسافة واحدة من كل ماذا؟ من كل أطياف الشعب من الأحرار الدستوريين والوطني واللوفد وأحادي لأنها جماعة إسلام للمسلمين جميعا لكل أطياف الأمة الإسلام أليس كذلك؟ هو هذا كما قال السيد المسيح صلواته ربي وتسليماته عليه قال الله تبارك وتعالى يرسل أشعة الشمس على البر والفاجر والله أنزل هذا الدين واجعله ماذا؟ نورا مبينة مثل الشمس شمس الإسلام تغطي الوفديين والأحرار الدستوريين جماعة هيكل والحزب الوطني الكل حتى المسيحي إن أراد أن يستثق بنورها تسعه شمس الإسلام ما ليس كذلك؟ الإسلام واسع وينبغي أن يبقى دائما واسعا الإسلام ليس مصباح جيب يضيء في يدي هذا ولهذا ويعتم ويضلم على الآخرين لا 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 الإسلام لا يمكن أن يختطف ولا أن يوظف انتبهوا ولا أن نتكلم نحن فقط باسمه الوكالة الحصرية هذا ضلال مبين الشيخ شعروي هو كان يفهم أنه هذه جماعة دعوية فأنا وافدي من جهة وإخواني من جهة ما المشكلة؟ هذه السياسة وهذا الدين والعلم وهو أزهري وعلامة وشعر كبير نابغة رحمة الله تعالى عليه طيب المهم قال إيه؟ في السبعة وثلاثين خارج الحزب الوفد من إيه؟ من السلطة معروف القضية هذه في الثمانية وثلاثين قال أحببنا أن نحتفل بذكرى الزعيم سعد إيه باشا سعد زغلول رحمة الله عليه باشا المؤسس الكبير للوفد طبعا قال فأتينا إيه إلى الدار السعدية وفعلنا ذلك وكان موجود مين؟ النحاس باشا زعيم الوفد الكبير الآن النحاس باشا وقام الشيخ محمد متولي الشعراوي وألقى قصيدة عصماء مدح فيها الزعيمين الكبيرين زغلول باشا والنحاس باشا فعلم يقول الشيخ شعراوي فعلم بذلك الشيخ حسا البنى وغضب من ذلك ليه شيء يقول الشيخ شعراوي مش فهم حتى إيه مبرر هذا الغضب لماذا؟ لماذا تغضب؟ النحاس زعيمنا زعيم الأمة زعيم الوفد سلمه امتاز خامة نادرة نحاس بها قال فم بعد ليالي معدودة جمعنا مجلس ليلي بالشيخ حسا البنى وجماعة من أتباعي في الجماعة وأنا معه الشيخ تولي شعراوي بكل طيبة رحمة الله أروحه فجرى حديث فرأيت أن الحضور شيخ البنى ومن معه متحاملون جدا على النحاس باشا تحامل شديد النحاس النحاس كأنه لماذا؟ قال فقض لهم يا إخواني لو كان للمتدينين هو قال المنتسبون للدين هكذا بالضبط لكي أكون صادق أحب أن الدقة لو كان للمنتسبين إلى الدين أن يؤيدوا زعيما سياسيا فليس سوى النحاس باشا عليكم أن تؤيدوا النحاس أنتم كما فعلت أنا ليس لأنني وفدي من جمعنا لماذا؟ قال لأنهم لأن النحاس باشا رجل طاهر ونظيف ومخلص وورع وبتاع ربنا قاله في الأخيب العامي وبتاع ربنا زالي من عنده حس دين عميق النحاس باشا وحلام في السياسة طبعا السياسة شغلته عاد السياسة قصة هذه غير قصة الدعوة وبتاع ربنا فقال فرأيت أنهم لم يقبلوا هذا المنطق وكانوا منحازين إلى صدقي باشا اللي هو إسماعيل صدقي باشا برضو وفدي بس ما كان عنده زعمت مين وعنده بعض الأخطاء دستور ثلاثين وكذا هو اللي وضعه وبعدين رجع دستور 23 قصة ثانية المهم قال فرأيتم منحازين إلى صدقي باشا وإذا بأحدهم ولن أذكر اسمه شاهدوا شهيراوي زلم يعفل لسان الله أعلم من هو حلوه الشيخ حسن نفس ألبنه لا نذري الله أعلم لا نقطع على غيب الله قال وإذا بأحدهم ولن أذكر اسمه يقول نحن عدونا الأكبر أعداء أعدائنا هو النحاس باشا لماذا عنده موقف من الإسلام لا طبعا بكره الإسلام لا بكره الدعو لا بكره كل أن كنت عن دين لا ولماذا صار أعداء أعدائكم لماذا الشيخ شعروا صدق الآن قال عدونا الأكبر بل أعداء أعدائنا النحاس باشا شوف المبرر وذلك لأن له أغلبية الشعب يحبه معظم الناس معه معظم مفزي يعني إطلاق يحبون النحاس باشا ليس صدقي اسمعين صدقي باشا أما الآخرون سواف الوفد وغير الوفد أما الآخرون فكلهم لو بسقنا عليهم لا ذهبوا وانتهوا قال وصدمت الشيخ الشعراء واستيخذ من غفلته الذي يظن أن الجماعة جماعة دعوية وبتاعة الله والدين وتحبيبه أبدا أبدا طلعت جماعة دعوية بأجندة وأهداف ومطامح ومطامح ماذا؟ سياسية سلطوية تريد السلطة تريد الحكم وتتوسل وسائل السياسة الخسيسة القذرة وتحارب الأطهار من أجل أن تصل هي من نحاس هذا؟ ماشي أخوانجي نحن بدنا نصل قال فمن تلك الليلة حزمت أمري واتخذت قراري وقلت لهم أنا ماشي أما ليش دعوة في الكلام قال قال تركتهم بكل أدب وبكل عفة سلام عليكم أنتم لكم كما قال المعري فأموا سمتهم وأممت سمتي لكم طريقكم ولي طريقي ولي طريقي وتركتهم في حالهم ماذا استفدت يا شيخي؟ متولي رحمة الله على روح الطاهرة قال استفدت أشياء كثيرة تخص الدعوة أما أولا تعلمت أن أخرص دعوتي لله فهم الآن أنني لو بقيت مع الإخوان المسلمين والشيخي البنة ستكون دعوتي مخصة لماذا؟ للجماعة لا لله الجماعة ما بدها الجماعة؟ بتقف معها ما بدها؟ الجماعة مش الدين الجماعة لذلك تتخذ أشياء غالطة بغض النظر حتى لو قتل أحمد ماهر باشا إن قراشي باشا بعد كم من وقت يسير قتل برضو رحمة الله عليه ومطلوبة للإنجليز كمان وبرصاص الإخوان شيء شيء لا يكاد يفهم قال تعلمت أن أخرص ديني لله تبارك وتعالى أن أجعل وتعلمت أن من أخلص نيته في العمل لله جوزي على عمله قبل أن يعمله لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات جميل واحد اثنين قال وتعلمت من ذلك بعد ذلك وتعلمت أنه لا يمكن أن يتأتى لأحد أن يتهمني أنني أعمل لمصلحة أو لمنفعة أو لغرض جخصي أنا حتى غير منتسب إلى أي حزب سياسي طبعا الدرس الأكبر في تجربة الشيخ متولي الشعر ورحمة الله تعالى عليه ما هو ما هو أنه ينبغي العمل الديني والعمل الدعوي كما قلت لكم أن يكون على مسافة واحدة من كل الناس هو ألا يساهم في شق المجتمع لا رأسيا ولا ماذا ولا أفقيا لن أشرح هذه المشترحات الاجتماعية لبداية وقت طويل لكن للأسف الشديد أقول لكم العمل الإسلام السياسي يشق المجتمعات رأسيا وأفقيا أيضا وهذه مصيبة ويلعب بكلا نوعي الانقسام الاجتماعي فقط من أجل أن يحقق أغراضه ما يحصل يحصل ما يحصل لا يهمنا المهم أن نكون نحن في المقدمة أن نستفيد نحن ولذلك ماذا قال الشيخ شعراوي لخص الأمر بطريقة حبقرية ساحرة قال تعلمت أنني كمسلم يعنيني أن أحكم بالإسلام ثم لا يعنيني من الذي يحكم لي ليحكمني من شاء المهم أن الإسلام يحكم الأخلاق الإسلامية العقيدة الإسلامية الشريعة الإسلامية لكن من يحكم ما يهمني ما يهمني لا قال الجماعة إياهم للأسف الشديد قضيتهم أن يحكموهم بالإسلام ولذلك كل من وقف لهم أو تصدى لهم أو اعترض إيه ماذا أقول لكم نحن عيش في أوروبا وعانينا ولا زل إذا لم تكن معهم إذا لم تكن تنظيمياً على أقل تكون متعاطفاً بالكلية كأنك منهم سيعملون أي في عكس اتجاهك تماماً وسيعقون حركتك وسيضعون الدوليب في عصيه إيش دعوتك ولا يتأثمون إنه هذا حرام الله سيسألون ما بهم هم إيش إحنا بس شعر وقالك لا المخلص الإسلام يهم أن ينتصر الإسلام عليين مين ما بهمني أنا بهمني كل الناس تنصر الإسلام يهمني أن يحكم الإسلام مين اللي يحكم ما بهمني يحكمني فلان علان ما بهمني فهذه تجربة الشيخ العارب بالله المفسر والفقيه وإمام الدعاء رحمة الله عليه حاز هذا اللقب باقتدار وشرف إمام الدعاء في القرن العشرين محمد متولي الشعراوي رضي الله عنه وأرضى وألحقنا جميعاً بالصالحين من أمثاله وفتح أعيننا على مشاهدة مطالعة الحقائق التي والله أخواني يوم نبدأ نطالعها أقسم بالله ستصبح أوضاعنا بخير إحنا تسعين سنة والله ما هي بخير الأوضاع والله ما هي بخير والله تشريد وسجون ومنافي وظلم ولماذا لماذا دمرنا حتى إي حيوات مستقبل إي عشرات الأجيال من أجل ماذا من أجل أن حكامنا كفار مش كفار لا نكذب على الواقع لا يسوء كفاراً لكنهم حكام وساسة محكمون بماذا بإكراهات وضرورات السياسة على فكرة شفت الكلام أختم بهذه الخطبة الكلام سهل جداً الكلام معني ضريبة يا أخواني والكلام مجاني بالكلام واحد زحالاتي لا راح ولا أجل بطلع عليه من برأة أستطيع أن أخطئ سبعين دولة إسلامية وأن أنسبهم الخيانة والعمال للغرب والعمال لأمريكا والعمال لعدو الأمة وكذا عادي بسهولة سهل جداً جداً وأن أطالبهم بأن يغيروا الكون المجموعة الشمسية على الأقل الأرض بما فيها لصالح الإسلام والقيام كلام أعطيني سلطة أعطيني سلطة كما أعطاهم الله أعطاهم في غزة أعطاهم أيام البشير أعطاهم في أفغانستان أعطاهم أعطاهمها أعطني سلطة ثم سترى كل الميكافيلية والإبراجماتية والتنازلات في أبشع مظاهرها وإذا كلمتهم كلك يا أخي هذه إكرهات السياسة هذه حكم الإضطرار فمن الضر يعني أنت عندك العذر بس السلسل الآخرين عندهم مش عذر الحكومات قالوا بس أنت الوحيد اللي عندك عذر هذا تلاعب الدين في الهاية المطافة فوضح أنه تلاعب لمصلحة أن نكون نحن من يحكم ومن يكون له الهيل والهلمان والغلب والظهور نسأل الله أن يخرص نوايانا وألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا لله ولدينه هذا يا أخواني هو الذي يبقى والله العظيم هذا هو الذي يبقى هل أنا الآن أضمن أن أصلي بكم الجمعة والله العظيم لا أضمن أقسم بالله ممكن أن تفتلت نفسي قبل أن أقوم إلى الخطبة الثانية وأعلم هذا وأنا دائما أستحضر هذا لذلك من تكلم من كذا دائما ليتكلم وليقول ووجهه إلى الله تبارك وتعالى حتى إذا لقيت الله دوله يا ربي أنت تعلم غيرك لا يعلم أنت تعلم ما الذي حداني على أن أقول هذا طبعا هل أنا مصيب دائما لا 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 أبدا أبدا ممكن أن أكون مخطأا كثيرا ممكن أن يكون خطأ أكثر من صوابي لكن هذا كله في غيب الله أنا مكلف أن أتكلم بما أفهمه الآن بما أنا مقتنع به فأسأل الله تبارك وتعالى أن يصفينا وأن يزيل عنه عماية أو عماية الجهل وغبش حظوظ النفس أنه ولي ذلك القدر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا عمروا الصالحات ويزيدهم من فضه والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم الكثير إخوتي وخواتي اسمحوا لي في الخطبة الثانية أن أشير إلى نقطتين مترابطتين النقطة الأولى الإسلام السياسي طالما ولا يزال طالما تورت في الدماء لا يتورع في ملف الدماء وهذا شيء مخيف ورأينا ما حدث أي في سوريا هذا إسلام سياسي طبعا ورأينا نشاطات الإخوة الشيعة ما شاء الله إسلام سياسي برضه وقتل الناس لا يعيش والشيعة والسنة والنصرة قتل الناس بالألوف الإسلام السياسي خطير جدا في ملف الدماء شوفوا الآن عاد شوفوا الإسلام السياسي في خلال 21 والخليفة الرابع الراشد عثمان بن عفان رضوان الله علي اللي قال لك أنا لن أترك الخلافة طيب لكن لن أتسبب في سفك محجن الدم المسلم أنا سأكون الضحية سأكون القتيل لن أساهم في قتل المسلمين تورع عجيب تورع عجيب شوف موقف الإمام علي من الخوارج وكذا شيء غريب عندهم تورع شديد جدا في باب الدماء سأحكي لكم قصة شهودها أحياء كثيرون شهودها على الفكرة بفضل الله هذه القصة قبل إيزوها ربع قرن يمكن في الخمس وتسعين ستة وتسعين من شيء زي هيك ربع قرن أتى إلى النمسا هنا إلى فيينا الرجل الثاني في جماعة الجهاد الرجل الأول عمر عبد الرحمن في أمريكا مسجون رحمه الله وغفر الله له وهذا الرجل الثاني ليس مبالغه هو الرجل الثاني لن أذكر اسمه لأنه برضو مات الله يرحم ويغفر له فذهبت أنا ومجموعة من إخواني كنا في مسجد هدايا ذهبنا إلى مسجد الصحارة في لندنغاسا لكي أناظر هذا الرجل لأنهم كانوا يحجمون عن مناظرتي جميل يقول من يناظره هذا الآن عالم ومرجعية كبيرة عند مؤلفات ومناظر أنا أتيتكم أنا المتعالم الجاهل الكذا أتيتك لكي أناظر شيخكم في مسجدكم فأبوا علينا ذلك وأخذوا الشيء أمامنا أمامنا قالوا لا لا مناظرة وذهبوا به الله يسهل عليكم لا بأس في اليوم التالي تصل بفقيل يا فلان تعال الشيخ أبو فلان الفلاني موجود عند الشيخ أبي بكر في هورن حواري 90 كيلو قلنا على بركة الله نذهب المناظر هو هناك فذهبنا فأتيت إلى شيخ أبو بكر لا يزال حيا في بيتي في هورن وذهب معي مجموعة من إخوان يعني أكيد خمسة ستة سبعة وكذا المهم ذهبنا هناك وجدت المجلس غاصا ستسمعون تجربة تقشع لها الأبدان أقسم بالله العظيم المسجد غاص بالكامل المجلس فجلست مباشرة لقاء أو تلقاء وجه الشيخ الله يرحم يغفر له لكن بيني وبينه ليس أقل من بضعة عشرة مترا كانت صحة كبيرة صالون كبير كان وعن يمينه وعن يساره الأخوة جلوس أنا سكت أستمع أتكلم ما لا إلى رجل أيضا تقري رحمة الله قبل سنة كان إماما في مسجد الصحابة وقال له يا شيخ فلان أو يا فلان ما أحوال الجارية الإسلامية في النمسا قال له الله يا شيخنا ليس على ما يرام أحوال ليست جيدة مع الكلام لا تبشر فقال الشيخ المنظر رقم باثنين في جامعة الجهاد بعد عمر عبد الرحمن ولماذا قال هناك رئيس الجالية واسمه الدكتور عبد الرحيم إزاي إلا في غير رحمة الله عليه قال له قال له هذا الرجل يعني يعوق حركتنا وعوق نشاطنا يعني لا يؤسر أمورنا الشيخ المنظر جماعة الجهاد لا يعرف عبد الرحيم إزاي ولعل هذه أول زيارة له للنمسا وأول مرة يسمع بعبد الرحيم إزاي وأول سؤال يسعى عن الجال الإسلامية في النمسا مهتمون بأمر مسلمين طبعا أمر مسلمين أمهم تخيل ما الذي حصل تخيل قال ألا يوجد من بينكم من يخلصكم من كما خلصنا مصر من طاغيتها شوف العقية الإسلامية والنفسية الإسلامية التعبانة ولا واحد اعترض من كل إخواني حتى ومن جماعاتي طبعا اللي يعترضون ويحبون هذه الفتاوى فتوى سريعة في لمح البصر بإيه بسفك دائم الرجل الدكتور عبد الرحيم إزاي أنا سمعتها كذا نظرتها كذا ما في حين يتكلم قمت قلت له يا شيخ أحق ما سمعته إذناي أصرخ بأعلى صوتي جننت هل أعطيتهم فتوى بسفك دائم الرجل طبعا أسقط في يده ارتبك ونظر إلى من سأله همس له بكلمات أكيد يقول له من هذا من هذه اللعنة من هذا أكيد أجابه هذا الذي جاء بالأمس ربما الله أعلم أكيد أكيد تحدثوا عني لهم أصدروا في عشارة المناشير أنني وأنني وأنني لم أرد على أي مشكل واحد وأنشروا كتابا لأنه كل جهل جهل من بدائتي نحو ما فيه صرف ما فيه أرد على من ما ردت هذا الذي حدثناك عنه كذا 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 وإذا بالشيخ المنظر يقوم ويأخذ ويخرجون إلى الغابة يتمشون عادي يمليح ما أتمر عليه والله أعلم ربك البستر فأنا لم أكد أصدق ما اتفق لي والإخواني عشرات الله أكبر هكذا تستباح الدماء في طرفة عين الله أكبر يا جماعة الخير حدثتكم أنا عن شيخ الإسلام العراقي رحمة الله عليه ليس الحافظ طبعا المجدد ابنه ولي الدين في عهده في واحد قال كلمة سبى سيدا شريفا من ناس الرسول قال له يا ابن ستين كذن تعرفين طبعا الكلمة فالعلماء قال والعياذ بالله وصلت المسبة إلى سيد الكل كافر اقتلوه فأتي به تخيل أنت سلطان مملوكي سلطان على فكرة حكام المسلمين سلاطين المسلمين خلفاء المسلمين عبر التاريخ معظمهم إلا ما استثني أظلم من أكبر ظالم عربي معاصر والله لا أقول هذا تهويلا والله لو تقرؤون كيف كانوا يعملون الناس كيف قتل البشر كيف قتل العلماء إيشي مرعب يا إخواني اسكت يا رجل أقال لك المهم لكن مع ذلك هذا السلطان المملوكي الظالم قال لهم يعني تردنوا قتله هذا مرتد طيب هل اتفق العلماء وكلهم على هذا قالوا كل العلماء تقريبا هذا كذا واضح كفر كذا هل بقي أحد فجاء الولي العراقي رحمة الله عليه ابن الشيخ أبو الفضل حسين أي العراقي شيخ الإسلام قال من الذي كفره فقام له واحد البلقيني قال له أنا كفرت قال لا هذا غير صحيح غير صحيح والجواب عنه كذا كذا يعني هو الظالم لما قال له يا ابن ستين كذا هو قاصد وعامد ومستحضر أن السبع ستبلغ سيد الخلق عليه السلام وفعلها لو فعلها لا كفر صحيح أبدا المونا في باله كلمة قالها كذا فتخيل أنت هذا السلطان سلطان مع ذلك كان أكثر تحرزا في الدماء وأكثر ورعا من أن يسفك دم أي امرئ مسلم بأهوة للأسباب قال لك لا 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 نقتلها كذا ما هي القضية وفي قصص كثيرة مثل هذه على فكرة أيام جاء المحلي وحددتكم بها أنا شفت بعيوني ما شاء الله ولذلك لماذا أقول هذا بين يدي فتوى الشيخ القرضاوي غفر الله له ثم رحمه الله حين سؤل الشريعة والحياة ويا ليتهما سؤل وتبا للسائل الذي سأل ويا ليتهما سأل البرامج انتهى انتهى وقته فهذا الدكتور عثمان قال يا شيخنا في سؤال كذا كذا في آخر شيء ما حكما يقف مع النظام السوري وكذا كذا ولكن ليسوا يعني مع الكلام من العسكر وكذا أما العلماء والصحفيين وإذا بالجواب يأتي على غير فق الشيخ وعلى غير ما علمه للأمة وعلى غير ما كتبه في كتابه الجيد فق الجهاد وفي موضعين على الأقل ذكر ما عليه جماهير علماء السنة والجماعة حتى في ساحة المعركة تخيل انت في ساحة المعركة لا تقتل إلا من يقاتل بالفعل يعني واحد قاعد بعمل مهام لوجستية بجيب المي بجيب الجاكذا بضمض الجرحة ممنوع أن تقتله تخيل طيب في نساء في أطفال في كذا ممنوع ممنوع تقاتل من يقاتل حقا يعني طيب الشيخ البوطي كان يقاتل مع النظام حامل رشاش الله يرحمه يغفر له يا جماعة الخير نلسوا المندلة كان في قبضة البيض العنصريين ربع قرن لم يقتلوه أليس كذلك؟ لم يقتلوه لا يقتل الساسة أنتم تعرفون من الذين شرعوا في القرن الحادي والعشرين بوحشية قتل الساسة وقتل الناطق السياسي تعرفون عدو الأمة تعرفون هم من هم القوم إياهم في الدولة إياها يقتلون صاروا الساسة والمتحدثين والناطقين وهذا إجرام عجيب ووحشية ما كان يحدث هذا فالآن الشيخ خرضاوي قال لك إيش بدريني أحنا ما بنميزش كل من ساند هذا النظام كل من أيد هذا النظام علماء جاهلين أميين عسكريين مدنيين نحن نقاتلهم اقشعر بدني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخنا وطبعا هو يعني السؤال واضح وذكر اسم البوطي ذكر اسمه في السؤال بعد أربعة أيام لقيا الشهادة إن شاء الله تعالى رحمة الله تعالى عليه الشيخ البوطي أحس الشيخ غرضاوي غفر الله له بالورطة التي ورط نفسه مع الله ليس معنا مع الله هو الأنبي يدي الله أحس فجعل معظم حديثي مع أنه طبعا لم يجد على الشيخ البوطي بكلمة قتل مظلوما أو قتل شهيدا قال القتلى حادثة المسجد اللي في كذا كذا والقتلى الذين وقعوا وقتل فيها اثنان وأربع قتلى 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 يمركز على قتلى وقال لك الشيخ البوطي كان صديقي للأسف 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 في الفتو قال كنا نحسبهم العلماء تحسبوا لتحسبهم العلماء بس أنت الذي يعطيه إيش نحسبه له عالم حتى للقرضاوي عالم شئنا ما بين الله يحب الإنصاف الله يحب العدل ينبغي أن لا يحتملنا أي شيء على أن نظلم أنفسنا قبل أن نظلم غيرنا وسنسأل وقفهم إنهم مسؤولون المهم أحسب الورطة رحمة الله وغفر الله لهم جميعا المفتي ومن أفتي في حقه حسب الورطة فجعل معظم الكلام من قتل البوطي طبعا يجد أن يشير إيش إلى الدولة أي السورية وفي شبها قائمة كما قلت شبها كبيرة وقائمة مخيفة كيف قتل الرجل من الذي قتله حقا رحمة الله عليه لكن أيضا هذا يا شيخنا لا ينجيك أنت أعطيت فتوى بقتله وعننا أحاديث ما بدنا نقولها لأن الشيخ ذهب إلى لقاء الله ما بدنا نقولها ما بدنا نشدد الأحاديث موجودة موجودة في الترغيب والترهيب في حق من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة في الحق كذا نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه وليس لأحد لا أقول لمسلم ليس لأحد من عباد الله في أعناقنا مظرة لا من دم ولا من عرض ولا من مال وأن يسلك بنا خطة الإنصاف وأن يجافي بنا عن خطة الاعتساف اللهم أمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم اجعلنا من أهلك ومن خاصتك ومن أوليائك ومن أحبابك اللهم ارجعنا حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عننا اللهم مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ملة كرحمة إنك أنت الوهاب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك ساميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقنى السلامة ترجمة نانسي قنقر